مرحبا بكم عشاق قناة الصيد والترفيه سنتحدث في هذا الفيديو عن أحد الأكولات الشعبية المشهورة في المناطق الصحراوية الجزائرية وهو خبز الملة يعتبر خبز الملة نوعا من أنواع الخبز المنتشرة في جنوب الجزائر والمناطق الصحراوية على وجه الخصوص وما يميز هذا الخبز هي طريقة تحضيره وطهوه على الرمال الناعمة الصحراوية بالنسبة للعجينة فهي مكونة من سميد وماء وملح نقوم بعجن في وعاء واسع ونضيف الماء للخليط بالتدريج على العجينة ونقوم بعجنها بشكل جيد حتى تصبح متماسكة وبعدها نقوم بتسوية العجينة وجعلها تأخذ شكلا دائريا بعدها نضيف الحشو التي هي مكونة من جزر وبصل وحبات طماطم وفلفل وبعض التوابن ومعجون الطماطم والقليل من الملح نقطعها وننزجها جيدا نضع الحشو فوقها ونضع فوقهم شحم الغنم نلفها جيدا حتى لا تخرج الحشو منها ومن ثم نعود إلى تسويتها بشكل دائري ولإشعان النار نقوم بحفر حفرة متوسطة في الرمال الناعمة ثم نضع عليها الحطب وننتظر حتى تصبح ساخنة وتنطفئ نضع العجينة داخل الرمال الساخنة ونتركها تنضج لمدة خمسين دقيقة مع مراقبة نضوجها من حين لآخر ولا بأس بتحضير بعض الشاي أيضا فوق الرمال الساخنة نخرج العجينة من الرمال الساخنة بعد نضوجها ونقوم بتنضيفها من الأتربة العليقة عليها بالضرب عليها جيدا نضيف بعض زيت الزيتون إليها وهذا بإحداث ثقب في الخبز ونقوم بتدويرها لكي يتوزع الزيت على داخل الحشو ثم نقوم بتقطيعها بهذا الشكل شهية طيبة لجميع عشاق قناة الصيد والترفيه أنتم الأفضل كان معكم المعلق الصوتي العيد سليماني زوروا قناتي على اليوتيوب في الرابط أسفل الفيديو ترجمة نانسي قنقر